إذن مشاهدين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في عدوانها المتواصل على قطاع غزة صحيفة يديعوت أحرانوت نقلت في سياق ذلك عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش توقف عن تدمير المباني من الجو كي لا يهدر الذخيرة أشارت أيضا إلى أن التهديد كان أكبر بكثير مما كان متوقعا بالإضافة إلى كبر حجم التهديد من قبل فصائل المقاومة ثم تعامل آخر وفق يديعوت أحرانوت ساهم في تأجيج المخاوف من نقص الذخائر ألا وهو الإفراط باستخدامها منذ بداية العدوان فضلا عن ذلك هناك سبب ثالث وفق الصحيفة يكمن في استعداد جيش الاحتلال شن ما يسميها المرحلة الثالثة من الحرب في غزة والتحسب كذلك لحرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية مع حزب الله صحيفة يديعوت أحرانوت كشفت أن كلفة العدوان على غزة بلغت حتى الآن 18 مليار دولار كما ذكرت في تقريرها أن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أمريكية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة هذا كله يدفع للتساؤل عن مدى قدرة الولايات المتحدة على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح في ظل التزام للمصدرين توفير السلاح لجبهات أخرى طبعا من أبرزها أوكرانيا مسؤولون أمريكيون في مقدمتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكدوا أن بلادهم ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاجها في حربها ضد حماس بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي لكن واقع الحال يشير إلى وجود خلافات بين بعض أقطاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن إمكانية استمرار تمويل واشنطن لجبهتي أوكرانيا وغزة لا سيما بعد أن طلب الرئيس جو بايدن قبل شهرين حزم التمويل للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار منها مخصصات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار ومخصصات أخرى لإسرائيل بـ 14 مليار الأسلحة التي تحتاجها وتستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة متعددة أبرزها الطائرات التكتيكية من طراز F-16 وطائرات مسيرة من طراز هرمس 455 ومسيرة تيان ومسيرة نيتسوتس أما على الصعيد البري فقد استخدمت إسرائيل أشد أسلحتها فتكا من بينها على سبيل المثال للحصر القنابل الخارقة للحصون وصواريخ ضرب الأنفاق من نوع هالبر فضلا عن ألاف القنابل موجهة بنظام الجي بي أس وقنابل اقدام الذكية ومدافع الهاون الدقيقة إذن مشاهدين بخصوص الاقتصاد بالذخائر بدأ هذا الحديث بالتداول منذ يومي أمس عندما خرج مسؤول أمريكي وتحدث عن هذه النقطة وعلى ما يبدو الموضوع تفاعل جدا تفاعلت الصحافة معه ويدعوت أحرانوت تشرت التفاصيل أكثر ونتابع معكم بعض المشاهد من الدمار باستخدام إسرائيل الأسلحة الفتاكة بمعظمها توريد من الولايات المتحدة والذخائر التي ألقيت على قطاع غزة تقدر بما يعادل قنبلتين من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما هذا إن لم يكن التقدير أكبر من ذلك ترجمة نانسي قنبلتين من القنبلة التي أتزالها فيها ترجمة نانسي قنبلتين من القنبلة التي أتزالها فيها cm